مشاهدين فيه وحدة مهمة جداً هي وحدة اسمها حوار هذه الوحدة هي تابعة لدار الإفتاء الوحدة دي بتشتغل على تحقيق الأمن الفكري والتواصل مع الشباب والرد على أسئلتهم أيضاً التفاعل معاهم في كل القضايا اللي بيهتموا بيها وبيطرحوها يعني يمكن في الفترة الأخيرة حيى دار الإفتاء بتتوسع في إنشاء هذه الوحدة في معظم المحافظات خلينا عرف تفاصيل أكتر من ضفنا لنوارنا في الستوديو دكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء صباح الخير على حديك يا فندم ودائماً نضيفها عزيزة علينا في صباح الخير يا مصر صباح النور يا فندم أهلاً وسهلاً بحضرتك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات أهلاً بحضرتك يمكن الحوار هو من أهم من مبادئ الأرساها الإسلام نعم إيه الدليل على ذا يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه ده وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله الإسلام دين يدعو إلى التعايش ويدعو إلى الحوار ويدعو إلى تبادل الأفكار لا يجعل المسلم حكراً على ما عنده بل دائماً يبحث الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق به نسق مفتوح نسق مفتوح يجمع ولا يفرق يبحث دائماً عن المعاني الجامعة التي تجمع بين البشر المعاني المشتركة حتى ننطلق جميعاً لتحقيق مراد الله تعالى من خلقه والتنمية وإعمار الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى يعني يمكنني أن أستفتح بآيات قرآنية فالقرآن هو خير ما يهتدى به وخير ما تتنور به الأفكار والقلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتح عليك أعوذي أن نعرف بقى مفهوم الأمنة الفكري في الإسلام بشكل عام وسين تحققته من خلال وحدة حوار في الحقيقة دائماً في طريقنا إلى التنمية لابد من القضاء أولاً على كل ما يعوقها أكبر ما يعوق التنمية والعمران والمشترك البشري هو الفكر المتطرف صحيح ولذلك يمكننا أن نقول إن الدولة الإسلامية لم تبدأ في الانتشار ولم تبدأ في تنفس الصعداء إلا بعد أن قضى سيدنا علي على الخوارج لماذا؟ الخوارج دائماً يهدمون كل مشترك ويرفضون الإعمار والإسلام يعمر ولا يدمر ويبني ولا يهدم ولذلك فنحن الآن في طور بناء مصر الجديدة الحديثة في طريقنا إلى التنمية لابد ونحن نواجه الإرهاب مواجهة عسكرية أن نواجهه أيضاً مواجهة الفكرية فكري صحيح وهو ذا العنصران الرئيسيان في الرباط سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن مصر قال لأنهم وأبناءهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة لما أخبر أن جندها خير أجناد الأرض الرباط هنا رباط عسكري ورباط فكري أيضاً الرباط العسكري يتعامل مع الظواهر التي تطفو على السطح محاولة تقويض الوطن محاولة تخريب مقدراته الرباط الفكري يصحح الأفهام ويجفف المنابع منابع الشر ومنابع التطرف ولذلك لا بد هنا من مواكبة الأمن الفكري مع الأمن العسكري صحيح حتى نستطيع أن نستفيد من قدرات الشباب وجهودهم يعني كلنا نعلم كم قضت بلادنا سنين متطاولة تضيع فيها جهود الشباب تحت شعارات هذه الجماعات كلها أهداف فارغة المضمون كلها تضيع للجهود تضيع للكفاءات والطاقات الهائلة ولذلك يعني عندما يبدأ المصريون عندما بدأوا في هذا النهوض كان لزاما علينا أن نقضي على التطرف والإرهاب لأن مصر أصبحت الآن هي التي تحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم كله صحيح ممكن كمان إلا زاما حضرتك تحدثني فكرة الإرهاب أو الأمن الفكري شكل الحرب نفسه أنماط الحرب تغيرت ما بقيتش عسكرية بقى في حروب نفسية وحروب فكرية وبينها بتشوف الحقيقة حتى من خلالها سوشال ميديا حروب الجيد الرابع بالضبط والخمس معتمد أكتر على اللعب في الأفكار وتشويش الأفكار بشكل أكبر طيب عايز أعرف من حضرتك يا فندم وإحنا بنتكلم على سوشال ميديا ويمكن الانفتاح على العالم ومنتكلم على حروب الجيد الرابع وما إلى ذلك عايز أعرف من حضرتك أسئلة الشباب دلوقت الاستفسارات اللي عندهم لأي مدى هي متغيرة لأي مدى هي مختلفة بلا شك الجهود التي عملتها الدولة والمؤسسة الدينية في تغيير هذا الفكر الأعوج أبدت ثمارا هائلة بفضل الله لكن ما زال الأمر يحتاج الكثير والكثير زي ما سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول دايما أفيضوا مجالسكم بينكم أفيضوا مجالسكم بينكم دائما في وصولك إلى هدفك لا بد أن تتعاون من هنا دار الإفتاء عملت بورتوكول مع وزارة الشباب والرياضة في عمل ندوات ولقاءات ومحاضرات مع الشباب في كل المحافظات أيضا بورتوكول مع وزارة الأوقاف في إقامة مجالس إفتاء في المساجد في كل أسبوع بنذهب إلى المساجد ونجتمع مع المصلين يعني يسألوننا ونجيبهم أيضا الفروع المختلفة في المحافظات لدار الإفتاء المصرية وحدة حوار وحدة حوار تريد أن تفعل الحراكة الحوارية في المجتمع صحيح إزاي نتعامل مع الشباب من خلال السوشال ميديا بعدما الشباب الآن يعني لم يعد الفكر المتطرف يستطيع ضحك عليهم الشباب الآن تنورت عقولهم لكن يحتاجون إلى المزيد يحتاجون إلى فهم كثير من المعاني الإسلامية ورد الشبهات التي يحاول الأعداء أن يشويهوا بها الإسلام ويعني للأسف ينفذها الأدعياء صحيح قضية أن الإسلام دين يصلح لكل الأسقف المعرفية ويتسق مع كل حقوق العلمية الإسلام لا نريد منه أن نسحب العصر النبوي على عصرنا المختلف الحديث ذي السمات الكثيرة ولكن نريد أن نفهم المنهج النبوي هذا لب الأمر وهذه أساس المشكلة المتطرف يريد أن يفهم الإسلام على العصر النبوي بإحداثياته ومسائله من غير تفكير أن العصر تطور وأننا نحتاج إلى إسقاط المعاني الإسلامية على قوالب جديدة أنتم أعلم بشؤون دنياكم هذا هو التجديد الحقيقي ولذلك فنحتاج هنا في وحدة حوار في مركز سلام لمجابهة التطرف كلها هيئات ومشاريع انطلقت من خلالها دار الإفتاء والمؤسسات الدينية إلى التعامل مع الشباب والحراك المجتمعي والنقاش والحوار أصبحنا الآن فرق عمل تتجاوب مع الشباب حتى على السوشال ميديا وعلى منصة التواصل الاجتماعي نعم على ذكر الاحتياج إلى الحوار هناك عدد من الإشكاليات بتكون ذات بعد اجتماعي وذات بعد نفسي ولكنها في حقيقة الأمر هي في صميم الدين إزاي بتتعاملوا مع هذه الإشكاليات من خلال دراسة أبعادها المختلفة دائما نحن نضع نصب عيننا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر يختلفون حسب التخصصات وللأسف هناك معي الدعي وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم من أهل الذكر وللأسف الناس بتنصاب قراء ونبي ما فيه الضلالة هنا تظهر قيمة المرجعية يعني ما مرجعيتك ما مدى تأهلك لتبليغ الدين نحن عندما نبحث مشكلة اجتماعية نسأل الاجتماعيين نسأل المختصين نبحث مسألة طبية في الفتوى نرجع إلى الأطباء وهكذا في كل الأمور هكذا أقام الله الكون أقامه على التكامل ما فيه حاجة اسمها ما أريكم إلا ما أرى لا فيه حاجة اسمها المرجعية أرجع إلى المتخصصين وأتعاون معهم أرجع إلى أولماء النفس أرجع إلى أولماء الاجتماع في مشكلة كمشكلة الطلاق مثلا استنفذنا جهودا كثيرة في معالجتها عندنا وحدة الإرشاد الأسري في دور الإفتاء المصرية عندنا مجابهة الإلحاد صحيح عندنا وسائل كثيرة نحاول من خلالها إيصال المفهوم الديني الصحيح الذي لو عرض على كل العقول لا عرفت فيه الجمال وعرفت فيه القيم والمثل النبيلة بكل تأكيد يا فنم دهي خاني أسأل حضرتك بردو وحدة حوار مين بيكون أعضاءها وهل بتتضمن نساء؟ بلا شك دار الإفتاء تتميز بأنها عندها كوادر نسائية مؤهلة بالفعل للإفتاء وعندنا أمثلة رائعة وبلا شك أن المجتمع يعني المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر صحيح وبالتالي يعني تعامل المرأة مع المرأة هيبقى أكثر سلاسة وأكثر وصولا إلى الحقائق وحلا للمشكلات أكثر فهما كمان نعم أكثر فهما بلا شك المشرفة في دار الإفتاء المصرية كأمينات فتوى وفي وحدة حوار يوجد عندنا أيضا عضوات من النساء المؤهلات لتبليغ الفتوى وللحوار المجتمعي كل هذا من خلال منظومة متكاملة نحاول بها أن نحقق الأمن الفكرية في المجتمع بإزاء الأمن العسكري والمجابهة التي تجابهها الدولة لهذا الفكر الذي ما استشرى في بلد إلا هدم مقدراته وضيع جهود شبابه دكتور محمد علشان نحقق الفكر ده لابد من انتشار إيه هي خطة دار الإفتاء لانتشار عدد من مركز حوار أو مراكز بقى حوار في محافظات الجمهورية المختلفة نحن عندنا فروع مختلفة في محافظات الجمهورية لدار الإفتاء ونسعى أيضا لإفتتاح فروع أخرى بالإضافة إلى كما ذكرت لحضرتك أن نحن عملين لقاءات وندوات في مختلف المحافظات بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة عملين بروتوكول عملين بروتوكول مع وزارة الأوقاف عملين بروتوكول مع كثير من الجامعات المصرية التكامل التكامل لابد أن نستشعر أهمية القضية مصر لن تتقدم إلا على إذا حمل الجميع المسؤولية صحيح يعني اجعل قضية تقدم بلدك قضية حياة لو لا ما حصل من إنقاذ مصر في 36 وما بعدها كانت مصر وضعت مقدراتها أنا هنا أعاوز أسأل تحديدا في حاجة مهمة فكرة الحوار الوطني بتشوفوه إزاي الحوار الوطني من أهم ما يمكن أن يتعامل به الرجل الدين مع الشارع ومع الطوائف المختلفة إحنا دائما نبحث عن المشترك وننطلق من الأصول مصر شعب متدين بطبعا ولذلك يحتاج إلى ترسيخ فكرة الأخلاق والقيم وأن الدين يعني ليس مجرد طقوس بقدر ما هو قيم وتعاون ومنهاج حياة يعني بشكل أو بآخر طبعا نحن نشكر حضرتك زيل شكرا الدكتور محمد بسام أمين الفتوى بدار الإفتاء نورتاني فاند في سبع الخير شكرا لكم شكرا لك دكتور محمد